حذرت مصر من وقوف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهر الأراضي وتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء وخلال كلمة له نيابة عن الرئيس السيسي أمام جلسة الأمم المتحدة بشأن التصحر والجفاف أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إلى أن مصر تعرب عن أملها أن يكون الحوار مثمراً وبناءً ويخرج بتوصيات فاعلة يمكن تحقيقها على أرض الواقع